وزارة الموارد المائية كشفت عن أن الحكومة أحدثت نقلة نوعية فيما يخص التفاهمات مع دول الجوار المائي لتقاسم الحصص المائية على الرغم من أن العراق لا يزال يستلم أقل من 60% من حصة وارداته المائية من الخارج إلا أن ارتفاع مناسيب المياه في نهري دجل والفرات أرجعته الوزارة إلى عدة عوامل من بينها الأمطار والزيادة في الإطلاقات المائية الخارجية تواصل مع دول الجوار المائي أسن بتحريك المياه الراكدة بملف التفاوض وهناك إطلاقات شهدنا بالكارون زيادة الإطلاقات سمرت مستمرة منذ شهر نيسان الماضي وبالتالي كل هذه الأمور أسهمت بتحسن بالواقع المائي العراقي الوزارة أيضا سفرت منها الأمطار بأمرين مهمة الأمر هو خزن أكبر من خزنة ورفع مناسب النهر والأمر الآخر هو تحقيق الرياء ووفقا لمسؤولين في وزارة الموارد المائية فإن كميات الأمطار أسهمت في تعزيز الخزين المائي وتحقيق رية الفطام في عدد من المحافظات إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الأهوار الأمطار ساعمت مساعمة كبيرة في عادة جريان المياه في كثير من النهار التي كانت تعاني شحة مائية إضافة إلى ذلك ساعدت في كمال رية الفطام لبعض المحافظات ومنها المحافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية وساهمت أيضا في إنعاش الأهوار وارتفاع مناسب المياه في الأهوار الوسطى وهور الحمار فارتفعت مناسب المياه في الأهوار مقارنة بالعام الماضي أكثر من 10 سنتمترات مقارنة بالعام الماضي بلغ منسوب الأهوار في جبايش هذا اليوم بحدود 92 سنتمتر فوق مستوى سطح البن ملف المياه يعد من الملفات السيادية لما له من جوانب فنية وسياسية ودبلوماسية الحكومة أولته اهتماما بالغا في منهاج عملها أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد